من الميادين السلام عليكم وإلى العناوين حملة سبسي تعلن فوز مرشحها لرئاسة تونس وحملة المرزوق تنفي وهيئة الانتخابات تقول إن النتائج قد تعلن اليوم الجيش السوري يسقط طائرة إسرائيلية بدون طيار فوق القنيترا وعشرت القتلى من داعش في اشتباكات بمحيط مطار دير الزور بعد ساعات على مقتل ضابط شرطة أمريكي في فلوريدا مسلح كندي يهاجم نقطة جمركية على الحدود مع الولايات المتحدة أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها ستبدل ما في وسعها لإعلان النتائج اليوم وأشارت إلى أن عملية فرز الأصوات بدأت منذ مساء أمس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة حيث بلغت نسبة المشاركة نحو تسعة وخمسين في المائة في داخل البلاد وثلاثين في المائة في الخارج قال محسن مرزوق القيادي في نداية تونس ومدير الحملة الانتخابية للسبسي أن المؤشرات تفيدوا بفوز الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية المؤشرات التي عنا في المرافز القرار تفيد بفوز المستدر الباجي قائد السبسي بالانتخابات الرئاسية في الدورة الثانية في المقابل قال عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية لمحمد المنصف المرزوق في مؤتمر صحفي أن لا أساس لما صرح به مسؤول حملة قائد السبسي من أن هناك فوزا واضحا وأنه قد يحتسب الفارق بين الرجلين بألاف الأصوات لا بالعشرات أو مئة الأصوات كانت لنا معها لقاءات قدمنا لها فيها الكثير من التحفظات وأشرنا فيها إلى الكثير من الوسائل التي قد تعتمد لمحاولة خرق القانون الانتخابي وكان هناك استجابة معقولة من طرف الهيئة العليا هذا أولاً لكن ذلك لم يمنع المنافس من ارتكاب مئات الخروقات هذا اليوم وبطريقة صعودية الدور الثاني للانتخابة الرئاسية في تونس جارى وسط مسابعة محلية وأجنبية وترقب أن تؤدي آخر خطوة من المنحلة إلى الاستقرار السياسي والأمني والانتعاش الاقتصادي في البلاد عماد شتار تونس تنتخب رئيسها بشبابها وشيوخها بنسائها ورجالها إصرار على المشاركة لتقرير مصير البلاد ولا خوف من الإرهاب ومن رسائل الترويع والتهديدات طالما توجد ثقة بكفاءة الأجهزة الأمنية وما اتخذته من استعدادات أتمنى لها السعد والهنئ هذا كما أتمنى لتونس ربي هنين وربي إن شاء الله يعفو بينا من زين ما وشوعي لي فما انتخابات فما مصير من طعب ليد فما حاجات معنى هي يلزم يعطي صوت ويعطي رأي وفيها خطر مستقبل وابريتو يعني هي الكبار اللي صوتهم على خطرنا نحن واللي عملوا فيهم على خطر نحن نحن مش عملوا فيه على خطر روحنا نحن حكومة جمعة التي تعهدت بإخراج البلاد من بحر الفراغ السياسي إلى شاطئ الاستقرار تفي بتعهداتها من خلال إنجاز أوكاد استحقاق خطوة ستكون حسب مراقبين علامة انصراف فعلي للبناء والانفراج الاقتصادي مشينا في الاستقرار الأمني اليوم مشينا في الاستقرار السياسي فتونس هي ستكون وجهة كبيرة للاستثمار وهنا واثق وهذا كلي بشي حرك عجلة الاقتصاد وبشي يخلق مواطن الشغل إن شاء الله بتصوري أن المرحلة القادمة هي مرحلة البناء بناء تونس الجديدة ويحسب لتونس أنه في عام واحد استطاعت الاتفاق على دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية وإجراء دورتين لالانتخابات الرئاسية هو مشهد تقرير المصير للتونسيين كان ادركه حلما حينما غلبت على الساحة لغة التجاذبات والآن بات حقيقة حينما ساد الوفاق وتغلب مصلحة الوطن على مصارح الأشخاص والأحزاب تحية تونس أو تونس تنتصر المهم أن تونس هي المبتدأ وهي الخبر وشعبها الذي أراد الحياة بالممارسة الديمقراطية يستجيب القدر عمد شتار تونس الميادين تعد مدينة سوسا الساحلية ثالثة أكبر المدن التونسية مدينة تضم أكثر من ربع مليون مقترع مع يعكس أمية دورها في ترجح كفة أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية كيف كان يوم الانتخاب في سوسا التفاصيل وبلا المبروك كسائر المدن التونسية سوسا الساحلية تختار الرئيس المقبل من مختلف الأعمار والشرائح توجهوا نحو سندوق الاقتراع وبغض النظر عن الفائز فلهذا الموعد يهميته لدى هؤلاء انهاء المرحلة الانتقالية وتثبيت المؤسسات الدائمة فرحانة في نهار كمان يوم صوت عملت الواجب بمتاعي إن شاء الله إن شاء الله البلاد تمشي الماخير اللي اخترناه نعمل ما وشي هزنا الماخير إن شاء الله ربي معاه اليوم أجي تقوم بواجب بمتاعي الانتخابي شاركت في المرحلة جديدة اللي تمر بها البلاد إن شاء الله إحنا اللي نستنعو منه مع الانتخاب التشريعي والرياسي يعني الوضع يستقرر في البلاد على العكس من الدور الأول لوجود الاحتجاجات تعكر صفو المترشح مونصف المرزوقي أدل بصوته كبقية التونسيين وتعهد بقبول النتيجة مهما كانت واعدا بتدارك أخطاء الماضي إذا بقي في مقاليد حكم قرطاج سيكون هناك توازن بين السلطات أنه لن يكون هناك تغول أن تونس ستواصل إشعاعها في العالم العربي باعتبار أنها مازلت تواصل ريادتها وإذا رجعت إلى العهد القديم فأن كل هذه الريادة ستنتهي برغم التهديدات الإرهابية تنهي سوسا موعد الواحد والعشرين من ديسمبر بسلام وبنجاح تصل الأمانة إلى أهلها تتويجا لأشهر من الاستعداد والعمل المتواصل تمت بنجاح العملية ناخبين أداء واجبهم الانتخابي وحقهم الانتخابي وهذا كله نتيجة المجهودات التي توفرت من بداية العملية في توفير الدعم اللوجيستيكي على مستوى توفير المواد الانتخابية التي كانت متوفرة لكل مكاتب الاقتراع إذن تقفل مراكز الاقتراع أبوابها ومعها تنتهي رسميا مرحلة الانتقال وبقطع النظر عن هوية الفائز نجحت تونس في تثبيت مؤسساتها رغم المصاعب والمطبات بلا المبروك سوسا الميادي المشهد في مدينة قابس لا يختلف كثيرا فقد عرفت مراكز الاقتراع ضعفا في نسبة الإقبال صباحا قبل أن ترتفع مع مرور ساعات النهار لتقارب النسبة العامة التي تحققت في الدورة الأولى مراد الدلانسي ما أن فتحت مراكز الاقتراع حتى توجه الناخبون في مدينة قابس إلى صناديق الاقتراع الأقبل كان ضعيفا طيلة فترة النهار لتشهد الساعات الأخيرة قفزة نوعية وهو معزز أمال القائمين على العملية الانتخابية بأن تقترب نسبة التصويت من النسبة التي سجلت في الدورة الأولى شوية تحسن على الانتخابات التي فاتت والمرة هذه الباهية حتى الإجراءات كانت أفضل المرة لفات عن تقل التنظيمي ومعناها التواجد المراقبين والملاحظين وممثلين المترشحين في ساحة المركز هذا الشيخ يبلغ من العمر خمسا وتسعين سنة كان من أوائل الذين أدلوا بأصواتهم ولم تمنعه حالته الصحية من أداء واجبه الانتخابي ممثلون مرشحين أبدوا رضاهم عن سير العملية الانتخابية لكن اللافتة هو عزوف فئة الشباب وخاصة في الفترات الأولى من النهار وفي ظل الانتشار الأمني والعسكري يجمع المراقبون على تحسن تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وتجوز أخطاء وقعت في المناسبات السابقة سيتعرف التونسيون بعد سويعات على اسم رئيسهم الجديد بعد أن تأجل الأمر بعد نتائج الدورة الأولى تختلف التوقعات بشأن اسم الرئيس الجديد لكن الجميع متفقون على أن هذه الدورة من الانتخابات جرت في ظروف عادية مراد الدلنسي من مدينة جابس الميدين أعلن تلفزيون السوري إسخاط طائرات استطلاع الإسرائيلية الصنع فوق القنيترا مراسلة الميدين أفادت بأن الطائرة من تراسكاي لارتوان وقد بث التلفزيون السوري بعض المشاهد أو بعض المشاهد التي أظهرت الطائرة سليمة في غضون ذلك نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي علمه بسقوط أو إسقاط طائرة إسرائيلية من دون طيار قتل عشرون عنصرا من تنظيم داعش في هجوم شنه مقاتل التنظيم على مطار دير الزور العسكري شرق سوريا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المرصد قال إن أحد القتلى مغربي الجنسية أكد أن قصف الجيش للبناء الأبيض شرق مطار دير الزور أدى إلى مقتل عناصر عدة من داعش وأشار المرصد لأن المسلحين تمكنوا من الاستلاء على كمية من الصواريخ المضادة للدروح أجرى رئيس السوري بشار الأسد محادثات مع رئيس مجلس الشهور الإيراني علي لاريجاني تناول تتعون بين البلدين ومواجهة الإرهاب الذي بات يهدد المنطقة برمتها لاريجاني الذي التقى نظراء السوري جهاد اللحام أكد دعم بلاده للجهود الروسية دفعاً للحوار الوطني بين السوريين بعيداً عن التدخلات الخارجية تقرير محمد خطر رسالة دعم إيرانية لسوريا حملها رئيس مجلس الشهور الإيراني علي لاريجاني إلى دمشق الرئيس بشار الأسد جدد تصميم السوريين على استئصال الإرهاب مع الاستمرار بالمصالحات الوطنية مهمة لم تعد سوريا بحته بعد امتداد الخطر الإرهابي ليطال المنطقة برمتها خلاصة يتفق عليها البلدان تعودنا تبادل الزيارات من أجل مزيد من التشاور حيال العلاقات الثنائية نتبادل دائماً كيفية مواجهة التنظيمات الإرهابية ودفاع عن شعوب المنطقة وعن المد الإرهابي المواجهة الميدانية لا تلغي البحث في حل سياسي يقوم على الحوار بين السوريين حوار يستند إلى دعامتين الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها الأنظار تتجه اليوم نحو المبادرة الروسية دعماً لكل ما من شأنه وقف نزيف الدم لا ندخل أي جهد في دعم الأشقاء السوريين ولدينا اتصالات وثيقة مع الأخوة الروس والتشاور قائم فيما بيننا بنحو متبادل كافة الدول الغربية أو العربية تعمل على تقديم حل سياسي أنا على ثقة بأن الكثير من هذه الدول اقتنعت بأن الحل السياسي هو الخيار لكن البعض منها ما زال يعارض ذلك محادثات لارجان مع المسؤولين السوريين تكمل محادثات رئيس الحكومة السورية الدكتور وائل الحلقي ووزير الخارجية وليد المعلم في طهران التوقيت يعطي المحادثات قيمة إضافية في ظل حراك الروسي داعم للحوار يأتي التحرك الإيراني وزيارة علي لارجاني إلى سوريا برأيك تعميق للمبادرة الروسية والحراك السياسي المرافق لها وخصوصا رأينا في الفترة الماضية حراك سياسي على كافة الصعود ويأتي أيضا في إطار توقيت تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين سوريا والعراق لمحاربة داعش لم تبخل إيران على دمشق بأي شكل من أشكال الدعم طيلة السنوات الأربع الماضية ينتقل التعاون اليوم إلى مرحلة جديدة عنوانها التنسيق بين عواصم المنطقة لمواجهة إيران باتت تهدد الجميع تشاور السوري الإيراني يحمل أهمية خاصة في توقيته محادثات لارجاني مع القيادة السورية توازي تحركا دبلوماسيا مكثفا إن عبر مبادرة ديمستورا أو المسعى الروسي لجمع أطراف الأزمة في موسكو ما يعطي هذه المحادثات أهمية خاصة محمد الخضر من أمام مجلس الشعب السوري بدمشق الميادين وفي مصر عقد أعضاء وفد آية تنسيق السورية المعارضة برئاسة حسن عبدالعظيم ندوة في القاهرة شارك فيها عدد من أعضاء المؤتمر الناصري وجرى خلال الندوة عرض شامل للأزمة السورية ولكيفية الخروج منها من خلال الحل السياسي والمطالبة بوحدة السيار القومي من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية طرحنا الحل السياسي التفاوضي على أساس مبادئ جينيف واحد من زمان وهلأ على ما يبدو بعد وصول الصراع المسلح في سوريا إلى حالة انسداد كل الناس على مستوى الدولي وعلى مستوى الإقليمي وعلى مستوى الوطني وصلت إلى أن المخرج في سوريا لابد أن يكون عن طريق الحل السياسي التفاوضي نحن نسمى دور هيئة التنسيق وندعوها إلى مواصلة جهداء على هذا الطريق وأن تهيئ الأجواء لحوار حقيقي مع النظام في سوريا ونحن نشد نظام في سوريا تهيئة الأجواء لهذا الحوار من حيث مثلا إفراج عن معتقلين وضع تصور لخريط الطريق تصور مرحلة انتقالية تكون فيها حكومة انتقالية تمهد الأجواء لانتخابات في العراق قتل تنظيم داعش 45 من عناصرها بينهم قادة بارزون بتهمة الفراري من مناطق السنجار وتلعافر والعياضية باتجاه الموصل بعد سيطرة قوات البشمرجة عليها القوات الخاصة في الجيش العراقي استعادت السيطرة على مطار تلعافر أحررت مستشفى القضاء تمهيدا للسيطرة عليه بالكامل يحشد الجيش العراقي وقوات البشمرجة على أبواب تلعافر شمال العراق الأيام المقبلة ستشهد معركة حاسمة في هذه المدينة الاستراتيجية آخر التطورات الميدانية تحدثت عن عمليات إنزال نفذتها الفرقة الذهبية في الجيش العراقي في نقاط مهمة في هذه المدينة أبرزها في مطار تلعافر العسكري حيث نفذت قوة خاصة من الفرقة عملية إنزال جوي كبير داخل المطار باغتت فيه القوة عناصر التنظيم وأجبرتهم على الانسحاب واستسمرار الاشتباكات في محيط المطار كما نفذت القوات الذهبية إنزالا في مستشفى قضاء تلعافر حيث سيطر مئتا مقاتل منها على محيط المستشفى مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل أكد أن قوات البيشمرغة تسيطر حاليا على الجبل المطل على قضاء تلعافر والذي يبعد 15 كيلو مترا فقط وأضح المسؤول الكردي أن طائرات التحالف الدولي شاركت في قصف مواقع التنظيم داخل المدينة انتهينا من العملية التي بدأناها وهذه العملية نفذت تحت رعاية الرئيس بارزاني نفسه انتقلنا من زمار إلى جبل سنجار وقررنا مساحة واسعة من كردستان استطعنا إنقاذ اليزيديين المحاصرين في جبل سنجار كانت عملية كبيرة جدا رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني أكد أن قواته ستحرر كل شبر تابع لكردستان وأن قواته استطعت خلال 48 ساعة السيطرة على 3000 كيلو متر مربع ولفت بارزاني إلى أن قواته مستعدة لمناقشة ودعم أي خطة مع الحكومة العراقية لاستعادة الموصل ويعد قضاء تلعفر نقطة استراتيجية مهمة جدا تربط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بالحدود العراقية مع سوريا موافقة مصر على استقبال مفاد لأمير قطر تعكس الإيجابية التي تريد القاهرة إظهارها في تعابلها مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة مع قطر إلا أن تطبيع العلاقات بين البلدين لا يزال يحتاج وفق مصادر ديبلوماسية وسيل إعلام مصرية إلى ترجمة كاملة للتعهدات القطرية أمام القمة الخليجية الأخيرة تقرير حسن عبد الله لا تزال قطر تحتاج إلى الوسيط السعودي في علاقتها مع مصر هذا ما أوضحته مرافقة رئيس الديوان الملكي السعودي خالد تواجري للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مبعوث أمير قطر إلى مصر المصريون الذين يقولون إنهم اكتووا بنار السياسة القطرية قبل وبعد ثورة الثلاثين من يونيو وإن كانوا قد وافقوا على التعامل بإيجابية مع بوذرة الملك السعودي يريدون من قطر أفعالا واضحة وترجمة ملموسة لالتزام قطر دعم خريطة الطريق المصرية وكذلك دعم الرئيس المصري إنه سيحدث تغير تدريجي وليس تغيرا فجائيا وسيتوقف مداز زمني على شعور كل من الطرفين بوجود مصلحة في المضي قدما في هذه المصالحة بحسب مطالعين على الملف المصري القطري هناك أربع قضايا أساسية لا تزال عالقة بين البلدين أولها الدعم المالي القطري لجماعة الإخوان في مصر وبلدان أخرى وثانيها استمرار الدوحة في احتضان بعض العناصر الإخوانية المطلوبة من جانب القاهرة ثالثا إشكالية لعلاقة القطرية التركية ولسيما أن أنقرة تنتهج سياسة معادية للعهد المصري الحالي وأخيرا استمرار الحملة الآلامية من الأراضي القطرية ضد مصر هناك أشكال كثيرة للعدوان التي تمارسها الدوحة ضد مصر أشهرها على العدوان الإعلامي ما زال كما هو والتحريد على العنف والتحريد على الفتنة في المجتمع المصري وتجاهل إرادة شعب المصري لم يحدث شيء غير الكلام حتى هذه اللحظة أتمنى أن يحدث شيء لكني لست متفائلا في دوائر القرار المصري يتسألون عما إذا كانت الدوحة قد حسمت خياراتها النهائية بالمصالحة الجدية مع مصر المؤشرات للوصول إلى ذلك تتحدث عن إيجابية قطرية إلا أنها لم ترقى وفق وسائل آلام مصرية إلى مرحلة الإطمئنان الكامل يقول المصريون عندما نرى ترجمة على أرض الواقع يمكننا الحديث عن إنهاء للخلافات المصرية القطرية والعودة للعمل المشترك في إطار التعاون العربي أصيب مسلح كندي برصاص رجال شرطة أمريكيين على الحدود بين كندا والولايات المتحدة وكان المتحدث باسم الجمارك قد قال أن الرجل الذي لم تكشف ويته ركن سيارته قرب نقطة براقبة على جسر إمباسادور الذي يربط مدينة ديترويت الأمريكية بمدينة وينتسور الكندية ثم توجه إلى النقطة حاملا مسدسا في يده أضف أن عناصر الجمارك طلبوا منه رمي سلاحه لكنه امتنع وواصل السير في اتجاههم فأطلقوا النار عليه نبقى في الولايات المتحدة حيث قتل ضابط في شرطة فلوريدا من جراء اطلاق نار على تاربون الشرطة لم تحدد هوية ضابط القتيل ولا المشتبه فيه ولم تذكر دافي عملية القتل فيما أكدت القاء القبض على المشتبه فيه بعدما فر من موقع اطلاق نار الحادثة هي الثانية في أقل من 24 ساعة حيث قتل شرطيان في مدينة بروكلين في نيويورك والآن إلى أبرز عنوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم مع زميلة تيما روماني صباح الخير تيما وإليك صباح الخير رانا صباح الخير مشاهدين الأعزاء نبدأ جولتنا من تونس مع صحيفة الشروق والتي عنولت كل نتائج سبر الأراء تؤكد فوزه السيسي رئيسا تونس عاشت عرسا ديمقراطيا قتل أحد منفذي الهجوم على مركز عينزانة وإقاف ثلاثة آخرين في القيروان من الشروق إلى الشرق الأوسط والتي عنونت مواجهات بعد أعلان تصدر السبس الانتخابات الرئاسية أنصار المرزوق يرفضون النتائج ونسبة مشاركة أكثر من 59% العباد يزور الكويت تصفير المشكلات برزاني من سنجار حررنا 3000 كم مربعا من داعش خلال 48 ساعة النعيمي على المنتجين من خارج أوبيك خفضوا الانتاج وزير البترول السعودي أكد أن لا مؤامرة لخفض أسعار النفط ومن صحيفة الشرق الأوسط إلى الصحف اللبنانية واخترنا منها صحيفة الأخبار الحوار خلال 48 ساعة جعجع ذاهبون إلى الحوار مع عون والحركة الدولية في ملف الرئاسة بلا بركة روسيا وإيران 6 مليارات و400 مليون دولار لدمشق وفي الأخبار أيضا السبسي يتقدم نحو قصر قرطاج قصة مصرية قطرية الخميس رهن التزام الدوحة تعهداتها كاملة ومن الأخبار اللبنانية إلى الأخبار الإماراتية مع صحيفة الخليج 15 ألف عراقي دروع بشرية لداعش استعادة مطار تلعفر و16 غارة للتحارف في سوريا والعراق أنصار السبسي يعلنون الفوز والمرزوق يرفض وفي الخليج أيضا الإمارات مبادرة خادم الحرمين بين مصر وقطر بداية مرحلة جديدة وإلى الصحف العراقية واخترنا منها صحيفة البيان التي عنونت العبادي قواتنا على وشك تحرير جميع الأراضي من داعش بحث في الكويت ملف الإرهاب وأكد حسم أغلب القضايا العالقة جهاز مكافحة الإرهاب يحرر مطار تلعفر العسكري من داعش وإلى الصحف الكويتية مع صحيفة القبس العبادي العراق على وشك التخلص من داعش نعاني عزا خطيرا ودعم الكويت بلا حدود ونختم مع الصحف السورية وصحيفة الوطن والتي عنونت الرئيس الأسد مصممون على استقصال الإرهاب والاستمرار بالمصالحات استقبل لاريجاني وأكد لوافد مؤتمر الأوقاف أن وعي السوريين يفتح أبوابا جديدة للعمل الديني والآن إلى فقرة الموضى الحاضر موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر